ظاهر وواضح وطبيعي وبالفعل هناك إسقاط لكثير من الطائرات ويبدو بأن هناك محاولة أمريكية لإظهار قوة الدولة الأوكرانية في هذا الوقت بالتحديد لأرغام موسكو وأرغام فلاديمير بوتين على الجلوس لطاولة المفاوضات لأن زلينيسكي أشار حتى إلى أنه يود استقدام طائرات ميج وأنه كان هناك موافقة من جانب دولة بولندا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت صفقة انضمام تلك الطائرات للجيش الأوكراني بالمناسبة الجيش الأوكراني يحتل المرتبة الثانية والعشرين ضمن قائمة أقوى الجيوش في العالم ومع ذلك قطعا هو يواجه الجيش الثاني من حيث القوة في العالم الجيش الأروسي لكن في النهاية هو قادر حتى الآن على السيطرة على أهم مدينة داخل أراضي الأوكرانية وهي مدينة كييف طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا وعلى المشهد التالي الذي لدينا ترجمة نانسي قنقر